يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من الترند حلقة اليوم في الحقيقة خاصة جدا جدا لأنها بتصبق مباراة نهاء كأس مصر ما بين الأهلي وطلع الجيش بساعات قليلة فبالتالي حيكون كلامنا كله على مدار هذه الحلقة من خلال كل الكواليس اللي بتتعلق بفريقنا الحبيب النادي الأهلي قبل مباراة نهاء كأس مصر وحلم السلسية ويعني بإذن الله النادي الأهلي يقدر يفوز النهاردة وحنتابع كل الكواليس وحنكون مع حضراتكم لحظة بلحظة قبل مباراة اليوم لح تكون فيه تمام الساعة سامنة مساء باستاذ الجيش بورج العرب وإن شاء الله نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الأهلي عشان يبقى ثالث ألقابه هذا الموسم بعد الدوري ودوري أبطال أفريقيا وبإذن الله ما يكونش كمان اللقب الأخير النهاردة رغم صعوبة اللقاء وحن نتكلم بالتفاصيل كثيرة جدا عن مباراة اليوم وحنكون كمان في انتظار مباراة السوبر الأفريقيا أمام نهضة بركان لكن خلينا واخدنا خطوة خطوة وبإذن الله التوفيق يكون حليف النادي الأهلي من سنين تفاعل حضراتكم معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام وتوقعات حضراتكم لتشكيل النادي الأهلي في مباراة اليوم هناخد يعني توقعات حضراتكم مع الجزء الأخير من نهاية حلقة النهاردة البداية دايما بتكون بأهم العلوين يلا في تريند الأهلي الليلة الأهلي على موعد مع السلسية إن شاء الله الفريق الأول يواجه طلقع بحثا عن لقب الكأس السبعة وثلاثين وفي التريند العالمي كوكا يغيب عن أولمبياكوس بسبب مضاعفات كورونا طيب قبل ما أروح لفاصل خليني أقول لحضراتكم أهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات والمسابقات حول العالم نبتلي طبعا بمبارات النهاردة هي أهم مباراة بالنسبة للكل وهو نهائي كأس مصر سيكون الساعة 8 ما بين الأهلي وطلعها الجيش كل التوفيق للمارد الأحمر بإذن الله في مباريات الدوري الإنجليزي في عدد من المباريات في الجولة الحالية ابتدت ببيرنلي وإيفرتون مباراة انتهت من شوية بالتعادل الإجابي من بين الفريتين منشستر سيتي وفولام مباراة تدت في هذه اللحظات حتى الآن تعادل سلبي 0-0 وستام يونيتد حيلعب منشستر يونيتد الساعة 7 ونص ومباراة الصهرة النهاردة في الدوري الإنجليزي هتكون ما بين تشيلسي وليدز يونيتد بالمناسبة تبقى مباراة قوية بكل تأكيد طيب خلينا نروح للدوري الأسباني النهاردة في عدد أيضا من المباريات في هذه المسابقة الهمة ليفنتي لعب وفاز على ختافي 3-0 شبلية حيلعب الساعة 5 وربع مع ريال مدريد مباراة مهمة جدا ريال مدريد بيحاول يصطفيقه بعد الإخفاقات المتتالية سواء على مستوى الدوري أو مستوى دوري أبطال أوروبا مع زين الدين زيدان وكمان مباراة أخريتين ما بين أتلتكو مدريد وبلد الوليد الساعة 7 مص وقادش مع برشلونة الساعة 10 بالليل لكن فيما يتعلق بالدوري الإيطالي النهاردة في عدد أيضا من المباريات سبيزا بيلعب مع لاتيو المباراة في هذه اللحظات لسه شغالة لاتيو جنتقدم بهدفين للاشئ يوفينتوس هيلعب الساعة 7 مع تورينو تورينو هتكون مباراة مهمة جدا وإنتر هيلعب بولونيا الساعة 10 إلى ربع مساء دي أهم المباراة والأحداث حول العالم لكن الأهم بالنسبة لنا كل الكواليس اللي بتتعلق بالنادي الأهلي قبل المباراة المهمة جدا النهاردة أمام طلع الجيش التفاصيل اللحظة بلحظة هتكون معنا بس هنروح لفاصل الأول وبعدين نرجع نكام يالله بي أهلا بحضراتكم من جديد طبعا مباراة اليوم مباراة غاية في الأهمية نهائي كاسة مصر بطولة من أعرق البطولات في القرى الأفريقية بشكل كامل ومن أقدم بطولات بكل تأكيد وهي بالطبع بطولة هامة بالنسبة لنادي الأهلي وخصوصا نحن عارفين لنادي الأهلي أي تحدي بيكون تواجد فيه بيبقى هدف رئيسي وأساسي بالنسبة له أنه يفوز حتى لو هو حق أهم بطولة هذا الموسم وهي بطولة دورة أبطال أفريقيا لكن إحنا دايما متعودين أن الأهلي طمع ثقافة الأهلي كده ثقافة جمهوره كده أي بطولة أنت عايز تخدها تبقى أنت البطل بتاعها زي ما إحنا متعودين وخصوصا أن الأهلي هو صاحب الأرقام الكاسية في مختلف البطولات اللي شارك فيها في الحقيقة من حيث عدد الألقاب ومرات اللي يفوز بيها فبكل تأكيد نتمنى كل التوفيق النهاردة لفريق النادي الأهلي مباراة ممكن البعض يعني شايفها سهلة شوية بما أنك بتلعب طلع الجيش لكن كم ده يا جماعة غير وقية إطلاق طلع الجيش فريق قوي فريق كبير قدر أنه يقصي نادي الزمالك أحد أبرز الفرق في القرى الأفريقية بجانب النادي الأهلي وكان فريق بيلعب في نهاية دورة أبطال أفريقيا والأهلي فاز عليه فبالتالي أنه طلع الجيش يتغلب على النادي الزمالك بنتجة كبيرة كمان ثلاثة واحد فده إن دال يدل على مدى قوة هذا الفريق ومدى أهمية احترامه بشكل كامل وبشكل جيد عشان تقدر بإذن الله تعالى تتغلب عليه عندهم عناصر مميزة جدا عندهم أحمد سمير اللي أحرز هدفين في مورات الزمالك عندهم عمر جمال عندهم عدد كبير جدا من اللاعبين عندهم محمد ناصف في حسين السيد كمان لو لعب في محمد بسام طبعا نحرز المرمى في عدد من اللاعبين المميزين جدا في صفوف طلع الجيش فبالتالي المباراة صعبة والمباراة قوية وإحنا كمان عارفين أن الكاس دايما في مفاجآت أبرز هذه المفاجآت طبعا أن طلع الجيش أقصى بيراميز الأول البعاكية أقصى الزمالك وصل النهائي إن شاء الله الأهلي يكون موفق في التعامل مع فريق طلع الجيش النهاردة ويقدر أنه يتغلب عليه عشان يحقق بطولة الكاس رقم 37 في تاريخه ده عدد جيد جدا من الألقاب بالتحديد في هذه البطولة وتعتبر بطولة غايبة عن نادي الأهلي بقالها ثلاث سنين لكن مهم أقول أنك كمان تحقق السلسية السنة دي خدت الدوري خدت دوري أبطال أفريقيا بإذن الله كمان تاخد الكاس النهاردة بعد توفيق ربنا وبعد مجود اللاعبين في الملعب والجهاز الفني وإن شاء الله بإذن الله تكون بطولة جديدة في دولاب بطولات النادي الأهلي تضاف لي النهاردة عندنا ساكة كبيرة جدا في نجاز الفني واللعبين وإن شاء الله يكونوا موفقين في مباراة اليوم طيب خليني أتكلم مع حضراتكم على أبرز الأمور التي تتعلق بالفريق خليني أفكر حضراتكم الأول بقائمة الأهلي لمباراة النهاردة في حراسة المرمى محمد الشناو وعلي لطفي ومصطفى شبير في خط الدفاع رامي ربيع وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وبدر بنون وافد الأهل الجديد وفي خط الوسط حسين الشحات عمر السلية محمد مجدي أفشة جيرالد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطهر محمد طهر اللي شارك في المباراة الأخيرة وقده بشكل جيد وقهربة وحمدي فتحي وفي الهجوم كل منا مرور محسن وصلاح محسن ومحمد شريف شريف العائد من الإصابة بكورونا الحمد لله على سلامته وبالمناسبة ممكن النهاردة يكون لي دور في مباراة اليوم في ظل القناعة التامة من الجهاز الفني بإمكانياته ولعب مميز جدا في الحقيقة طيب بيجيب على النادي الأهل كل من أحمد رمضان بيكم ووليد سليمان وأليو ديانج بسبب كورونا ونسبة وليد سليمان أنا عايز أطمن حضراتكم على اللاعب اللاعب حالته مستقرة وجيدة لسه عينته إجابية النهاردة عمل مسحة جديدة من حوالي نص ساعة قبل دلوقتي النتيجة بتاعتها هتطلع بكرة بإذن الله تعالى عشان يتطمن أكتر على وليد سليمان حالته كويسة مش عايز الناس تقلق عليه طيب فيما يتعلق بأليو ديانج لسه برضو نتيجته إجابية لكن حالته في تحسن مستمر أحمد رمضان بيكم كذلك لكن أحمد ياسر ريان خلاص اللاعب شوفيا تماما من كورونا وعينته تحولت من إجابية السلبية حمد الله على سلامته وإن شاء الله يكون إضافة لقائمة الفريق خلال الفترة اللي جاي من ضمن الغيابات كمان النهاردة جونيور أجايب سبب الإصابة اللي كانت في الكحل في مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا إن شاء الله يعود سريعا وينضم التدريبات الجماعية مع المجموع في القريب العاجل ده فيما يتعلق بالقائمة لكن فيما يتعلق بالتشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مباراة اليوم مش هيختلف كتير عن المطشين اللي فاتوا سواء مباراة الاتحاد أو مباراة الزمالك ممكن تلاقي تجيير أو اتنين تعديل أو اتنين في تشكيل النادي الأهلي وكله على حسب رؤية مستر بيتسو مستماني مدير الفني للفريق فبالتالي حيبا محمد الشناوب في حراس المرمى ده الأقرب أو المجرد توقع يعني الله أعلم مستر مستماني يعمل ليه الشناوب في حراس المرمى معلول في مكانه وهاني كمان في مكانه ياسر وأيمن أشرف اتنين مساكين اتنين في نص الملعب السلية وحمدي فتحي قدامهم أفشة والشحات وحيكون كهرباء أو طهر محمد طهر هم واحد فيهم اللي حيبتدي هذه المباراة وامر روام محسن حيكون مهاجم الفريق دي كلها برضو توقعات في مباراة اليوم في انتظار الأعلان على التشكيل الرسمي خلال ساعات أو بعد ساعتين تحديدا من دلوقتي طيب ان شاء الله نتمنى لهم كلهم التوفيق عايز أعرض لحضراتكم كمان قبل ما نتكلم ونعلق على بعض اللقطات الخاصة بك وليس الفريق خلينا أقول لحضراتكم بعض الأرقام الخاصة بهذه البطولة وبمباريات الأهلي وطلع الجيش كمان بطولة كاس مصر 12 فريق بس اللي فازوا بيها الأهلي طبعا هو المتصدر برصيد 36 بطولة عدد كبير جدا ما شاء الله ان شاء الله يبقوا 37 نهاردة بإذن الله تعالى الزمالك في المركز الثاني 27 بطولة الترسانة 6 هو الاتحاد 6 بطولات المقولين العرب 3 امبي 2 هو الحرس والإسماعيلي والأولمبي والمصر برصيد بطولة هو القناة والترامب طيب كمان مباريات الأهلي وطلع الجيش في مختلف البطولات وعدد المباريات ما بينهم حوالي 28 مباراة الأهلي ما شاء الله لكوة إلا بله لم يتلقى أي هزيمة من طلع الجيش في مختلف المسابقات فاز في 23 وتعدل في 5 أحرز 61 هدف وتلقى 13 هدف فقط لا غير ده فيما يتعلق ببعض الأرقام سريعا كمان عايز أتكلم على طاقم التحكيم المباراة اليوم هيكون محمد الحنفي حكم للساحة وكل من أحمد حسام ويوسف البساطي مساعدان ومحمد الصباحي هيكون حكم رابع وطارق مجدي حكم فيديو ومحمود عشور حكم فيديو مساعد نتمنى لهم يا رب كلهم كل التوفيق عندي كواليس وبعض اللقطات المهمة اللي بتعجب دايما جمهور النادي الأهلي هتكلم فيها بس هروح لفاصل الأول ونعيش حضرتكم في كل الأجواء ما قبل مباراة اليوم يلا زي ما حضرتكم عارفين الأهلي خلاص كان دخل المعسكر الخاص بنهائي كأس مصر يوم الخميس أول مبارح ومن خلال تواجده في مقر الإقامة الخاص به في مدينة برج العرب قبل المباراة دي اللقطات من الكواليس الخاصة بالفريق ومران الفريق بالأمس وتدريبات كلها أكيد غاية في الأهمية بيستعد من خلالها أو استعد خلاص من خلالها النادي الأهلي لتحدي اليوم ونهائي كأس مصر أمام فريق طلاقة على الجيش ده الملعب ده الملعب الخاص بالفندق اللي كان متواجد فيه لعبي النادي الأهلي وطبع تدريبات تحت إشراف الجهز الفني بالكامل بقيادة مستر شبيتسو نوسيماني عجبني جدا حالة الجدية اللي عند اللاعبين وهي دي دايما يعني عقلية لأي لعب يكون متواجد في النادي الأهلي انتحققتها بطولة كبيرة لكن دايما لازم بتفكر في اللي بعد كده بتفرح شوية وبعد كده بتخش على اللي جاي بتحاول تحققه وده اللي بإذن الله من خلاله إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يفوز على طلع الجيش النهاردة ويضيف بطولة جديدة في رصيده وعجبني كمان ولقطات أكيد انتوا هتشوفوها دلوقتي معنا حضور الكابتل محمود الخطيب وهو زي ما حرارتكم شايفين كده اجتماع أو جلسة على هامش تدريبات الأمس ما بين كابتل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومستر بيتسو نوسيماني مدير الفني الفريق وعجبني أوي حرص الرئيس النادي على التواجد ومؤذرة اللاعبين دائما وأبدا أيا كانت إيه مدى أهمية هذه التحديات المختلفة وبصراحة الراجل بيبذل مجهود كبير أو الكابتل محمود الخطيب مش بيكتفي بس بأنه رئيس النادي بيحاول يوفر الأجواء وكل الكلام من ده لا هو عارف أهمية تواجده وأهمية مسندته ومؤذرته للعابين في مثل هذه البطولات ومثل هذه المباراة الهمة في كل الأحوال نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في الفترة الحالية بداية من مباراة كأس مصر مرورا كمان بمباراة الدوري العام اللي حيبتدي إن شاء الله في يوم 11 أو 12 من الشهر الجاري وكمان في مباراة السوبر الأفريكي بإذن الله طيب خلينا نروح سريعا لليه زميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي والمتواجد في مقر إقامة الأهلي قبل مباراة اليوم وقبل ساعات تحديدة من انطلاق هذه المباراة عشان نتطمن من خلاله على كل الأجواء اللي بتتعلق بفريقنا وآخر الاستعدادات الخاصة بالنادي الأهلي يا كريم مساء الخير مساء الخير عليك زميل العزيز أمير الشام كل التحية لك ولكل جمهور للنادي الأهلي أهلا بك يا كريم طمننا آخر الاستعدادات وإزاي الأهلي بيستعد لمباراة اليوم وكل الكواليس من خلال مقر إقامة الفريق يا كريم طمننا الحياة طبعا في البداية جدية وإصرار وعزيمة ورغبة أمور كثيرة جدا في لعابة للنادي الأهلي قدرنا أن تعرف زميل أمير مباراة اليوم بينتهي بيبدأ يستعد النادي الأهلي للمباراة الأخرى والبطولة الأخرى ودي الحياة يمكن سمة لعابة النادي الأهلي مع بيتسو موسيماني المدير الفني الآن بدور كبير جدا حياة زميل أمير أنا عايزة أبدأ معاك بالجهاز الفني بالكامل وتحديدا بيتسو موسيماني الجانب النفسي الراجل بيشتغل عليه بأمر رائع ومميز جدا يمكن برح كان التدريب الأخير لفريق النادي الأهلي زي ما أنت ذكرته هنا في فندو لقامة الملعب مميز جدا لكن قبل التدريب أكتر من ستين ديئة محاضرة لعابة النادي الأهلي تنتهي المحاضرة بيكتمع بالجهاز الفني الجانب ستين ديئة طبعا زي ما أكدنا وقلنا الجانب النفسي مهم جدا فالراجل بيستفيد فيه بشكل كبير كل الأمور الخاصة طبعا بيها لتحليل نقاط القوة الضعفة والصغرات سواء مع موسيم محلل الأداء وأيضا كمان كابتن أحمد سليمان الأمور دي ممكن بينهي بيها المحاضرة الفني بيكون فيها محاضرة فيديو بيكون فيها تحفيز بيكون فيها كلام مهم جدا للعابة النادي الأهلي وكل اللعابة الحقيقة شافت الفرحة الكبيرة اللي كانت فيها دوري أبطال أفريقيا شافت قد إيه جمهور النادي الأهلي مستني بطولة كبيرة جدا بطولة وربطولة وربطولة ده أمر مهم جدا من بداية مجلس الإدارة مع كابتن محمود الخطيب اللي بيحاول يوفر كل المناخ الطيب للعابة النادي الأهلي والجهاز الفني تواجد رسالة مهمة جدا ومرضودها بيكون كبير جدا على كل لعابة النادي الأهلي وعلى الجهاز الفني الرسالة بتوصل أمير سريعا لعابة النادي الأهلي أكيد عارف قيمة شرط النادي الأهلي وعارف أهمية البطولات وعارفا أن النادي الآلي دخل على مرحلة مهمة جدا فترة قليلة لكن فيها عدد كبير من البطولات كلها تكتب بحروف من دهب في تاريخ لعابة النادي الآلي بالكامل وأيضا الجهاز الفني فيا رب ان شاء الله نهار ده كمان بقى مع بطولة كأس مصر بإذن الله كأس مصر رقم 37 يكون في دولاب بطولات النادي الآلي تدريب بمبارحة ميركا تدريب مهم جدا فيه مفاجآت في التشكيل مش عايزين طبعا نتكلم على التشكيل المتوقع لكن بقولك النهار ده فيه مفاجآت فيه تشكيل فريق النادي الآلي وفيه مهام هتكون مهمة جدا يا رب ان شاء الله الاختيار اللي شرنا فيه تدريب الأمس يكون لعيمة موفقة فيه نفذه تعليمات بيتسو موسيماني كابتن طاري العاشر طبعا كمان على الجانب الآخر مدير فني مميز جدا نادي طلاق الجيش عمل مباراة أكتر من رائعة قدر أنه يصعد على حساب نادي الزمالك فالتأكيد واحترام المنافس ده كان أمر مهم جدا أكد عليه أكتر من مرة الجهاز الفني وأيضا كمان الكابتن سيد عبد الحفيز وادش الناوي كابتن فريق النادي الآلي كل اللاعبة الكبار بتأكد على هذا الأمر نحترم المنافس ان شاء الله ربنا يكرمنا مع الحالة الكبيرة والجدية والرغبة الكبيرة جدا مع لعيب النادي الآلي كابتن محمود الخطيب كمان أرجع حرس نهو يسلم على لعيب النادي الآلي قبل انطلاق المرة نحفزه بشكل كبير جدا على أهمية هذه المباراة وأكد في كلمات بسيطة جدا كلماته بيكون بسيطة زميلة أمير لكن بتوصل بشكل سريع جدا لكل لعيب النادي الآلي إن شاء الله بإذن الله النهاردة آه جدا جدا إن شاء الله لعيب النادي الآلي تكون في المعادة كالعادة لعيب جمهور النادي الآلي منتظر الفرحة السلسية تكتمل حقا أنا بطولة الدوري العام حقا أنا دوري أبطال أفريقيا اللي كان غايب سبع سنوات عن النادي الآلي إن شاء الله كمان النهاردة تكون البطولة رقم 37 في دولار بطولة النادي الآلي واكتمل الثلاثية هذا الموسم الرائع والشاق جدا على لعيب النادي الآلي في هذه اللحظات اللي أنا بكلمك فيها زميلة أمير محاضرة الفنية الأخيرة في فنده لقامة كان أكتر من 40 دقيقة يمكن المحاضرة الفنية كانت 4.5 طويلة شوية المحاضرة لكن زي ما بقولك كلها بتيجي بالفيدة وبالإجاب على لعيب النادي الآلي بينتهي المحاضرة الفنية مع اللاعبين بيجتمع بيتسو موسماني مع الجهاز الفني بيئة الكامل كلها أمور طبعا بيكون قراءة فنية لكل الأمور الخاصة بنادي طلاقة على الجيش فيارب إن شاء الله بإذن الله مع الجهد الكبير وكل الجهد الكبير اللي ببزل خلال الأيام الماضية يكلل بالنجاح النهاردة وإن شاء الله يكون فرحة كبيرة جدا على كل اللاعب النادي الآلي كنا بنأمل يكون فيه وليد سليمان متواجد معنا ديانج متواجد معنا وأيضا كمان أحمد ياسر لكن إن شاء الله القادم يكون أفضل يلحقه بطولة السوبر الأفريقي الأمور كلها الحمد لله يمير ماشي بشكل مطبئ ورائع وطيب جدا لفريق النادي الآلي ينقصنا بقى التوفيق إن شاء الله في هدية المبراءة الصعبة جدا لكل اللاعبية النادي الآلي أنا معاك أمين برضو لو فيها يستفسار كريم في معادلة صعبة جدا مش أي حد يقدر يستوعبها فيما يتعلق بأنك فريق قدر تتحقق أكبر بطولة قرية وهي بطولة دوري أبطال أفريقيا بتخلص البطولة دي بتخش بعديها في تحدي آخر وهو كاس مصر من خلال أدوار إقصائية نص نهائي ودخل كمان في النهائي إزاي تم التعامل نفسيا بخلاف جلسات ميستر موسيماني مع اللاعبين لكن إزاي تم التعامل نفسيا ما بين لعب النادي الأهلي قبل مباراة اليوم عشان تقدر تفصل ما بين الفوز بطولة قرية كبيرة وإنك كمان تفرح بمهور النادي الأهلي من خلال بطولة جديدة نهار نقطة مهمة جدا طبعا نزاميلي عمير وبكد لك على هذا الأمر يعني هرجع في التدريب أو الأمس اللي كان في ملعب مختار التشك العادة طبعا ميكون جرعة تدريبية كاملة لكن في تشبع كبير عند لعبة النادي الأهلي بالتدريبات وكمان كالنشوة الفوز كد رائعة ومميزة جدا تاخد بطولة كدغيبة على النادي الأهلي لبدة سبع سنيني الفرحة كانت كبيرة جدا الحمل زاد على لعبة النادي الأهلي لعبة النادي الأهلي واللعبة التحديد الكبار في الفريق بيكلموا في هذا الأمر الرغبة موجودة عندنا والإصرار موجودة عندنا لكن كلام ده لازم ينفس في أرضية الملعب احترام المنافس ندخل المبرى بكل جدية نقدر نخلص نحرز هدف واثنين وثلاثة نادي الأهلي واللعبة ومجلس دارته طمعين في لغة الكرة في البطولات وده أمر مهم جدا أن لعبة النادي الأهلي يكون هيئة نفسها بشكل كبير كل بطولة نخش فيها ناخدها عندنا عدد كبير أمير من البطولات هذا الموسم وهيكون طفرة كبيرة وهيكون أمور جمهور النادي الأهلي يكون سعيد جدا 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 النادي الأهلي قدر أنه يحقق كل البطولات هذا الموسم لأن الضغط كبير والفترة قليلة جدا لعبة بالجدد دوافعة بشكل مستمر جدا الجهاز الفني بيأكد على هذا الأمر كابتن سيد عبد الحفيز تحديدا كمجتمع مع لعبة النادي الأهلي قبل انطلاق المران كاللوم الاسرار والجدية وعزيمة وشخصية النادي الأهلي هي التي تحسن كل حاجة بطولة انتهي ناخد اللي بعدها بطولة انتهي ناخد اللي بعدها كل اللعبة يمكن باين على وشوش أمير وباين على لعبة النادي الأهلي أن فيه هدف فيه رغبة فيه إصرار إن شاء الله بإذن الله النهاردة نشوف جيم يليق بإسمي للنادي الأهلي الفنيات والأمور دي ممكن لعبتنا ما يكونش موفقة نهاردة لكن أهم حاجة تنتهي تسعين دقيقة ويكون لعبة النادي الآلي إن شاء الله حصل على كأس مصر اللي يكون إن شاء الله رقم سبعة وثلاثين في تاريخ الدولاب بطولة النادي الآلي يا رب إن شاء الله أمير كل الأمور والمناخ والظروف حكم المباراة نهاردة كمان كاتل محمد حنف يكون موفقة نهاردة في إدارة المباراة بإذن الله كل الأمور والعمل المساعدة كلها يكون معنا في هدية المباراة الصعبة جدا وبنأكد على هذه المباراة مباراة صعبة جدا على فريق النادي الآلي لكن سقطنا كبيرة جدا في كل اللاعبين في الجهاز الفني يساعدون النهاردة ويساعدون مئات الملايين من جمهور النادي الآلي إن شاء الله يا كريم أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا على العزيز المتعلق كريم أحمد مرئيس القناة الأهلي والمتواجد في مقر إقامة الفريق قبل ساعات قليلة جدا من انطلاق المباراة الهمة في نهاية كأس مصر أمام طلاق الجيش النهاردة كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة لكن الجزئية المهمة جدا إنك خلاص امتدلوات فترة الحصاد حصاد مجهود كبير جدا الفريق بزلوا على مدار موسم كامل استثنائي صعب للأسف الموسم استثنائي عندنا كتير لظروف وأسباب مختلفة لكن في كل الأحوال إنك تنجح في حصاد تعبك ومجهودك من خلال الفوز بمختلف البطولات فهو ده الإنجاز حد ذاته عند النادي الأهلي انت خلاص وفقت الحمد لله حققت بطولة الدوري وفقت وحققت بطولة الدوري أبطال أفريقيا إن شاء الله تحصد بطولة أخرى جديدة تكون نتاج مجهود كبير جدا على مدار هذا الموسم الصعب وهي بطولة كأس مصر وكمان السوبر الأفريقي لكن احنا ماشيين خطوة بخطوة مع فرقتنا وإن شاء الله بإذن الله تمنى لهم كل التوفيق في مباراة اليوم مباراة صعبة بكل تأكيد عندنا كلام لسه كتير عنها لكن هيكون بعد الفصل ترند الأهلي والحديث أكيد في سوشيال ميديا كله عن مباراة اليوم نهاية كأس مصر ما بين الأهلي وطلاق على الجيش نبتدئ بالحساب الرسمي لقناة الأهلي على انستجرام واللي بتقول اليوم المباراة الخاصة جدا والهمة جدا للأهلي وطلاق على الجيش الساعة 8 بالليل ببرج العرب و هنا تمويه عن هذه المباراة من خلال صورة كمان لأفشة ومعاكس مصر ان شاء الله الصورة دي تكون واقع النهاردة بالليل في 8 ساعة العشرة مساء كده يكون الأهلي فاز ببطولة كأس مصر كمان حساب الأهرام على تويتر بيقول الليلة الأهلي يصطدم بطموحات طلاق على الجيش بناء كأس مصر وعملين هاشتاج لالتعصب وده المطلوب خلال الفترة اللي جاي دايما ما يكونش فيه تعصب ما بين جماهير الكرة المصرية ده أمر مهم جدا لكن فيما يتعلق ببطولة كأس مصر وهذا النهائي فالطموحات مشروعة جدا جدا عند فريق طلع الجيش خصوصا ان هو أول مرة في تاريخه بيوصل لنهائي كأس مصر فبالتالي عنده ضوافع قوية جدا نتخلي ان هو يحاول ان هو يفوز بهذه البطولة لكن بإذن الله تعالى الأهلي يكون في يومه ويقدر يحقق هذا اللقب الهام بالنسبة للنادي وبالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي خلينا نروح لحساب في الجول على فيسبوك واللي بيقوله 31 أكتوبر كان الأهلي يتسلم لقب الدوري ويتوج بالبطولة وفي 27 نوفمبر الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا السلسة أو السلسية ممكن على غرار القادية ممكن طبعا بقت شهيرة جدا عند كل الجماهير في عقاب هدف أفشة في نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام زمالك بإذن الله سلسية ممكن إن شاء الله كمان النهاردة كان في الشهر جاء النهاردة 5 ديسمبر يكون النادي الأهلي بطلا لبطولة كأس مصر عشان يحقق السلسية بإذن الله تعالى طيب خلينا نروح لحساب جول مصر على تويتر واللي بيقول الأهلي ينتظر تحقيق لقب كأس مصر أمام طلع الجيش لحصد السلسية التاريخية المرة الثالثة في مسيرته والأولى منذ 13 عاما الأهلي في موسم 2004-2005 فاز بالسلسية دوري وكاس ودوري أبطال أفريقيا موسم 2006-2007 كمان الأهلي فاز بالسلسية أو بتحديد موسم 2005-2006 الأهلي فاز بالسلسية دوري وكاس ودوري أبطال أفريقيا إن شاء الله بإذن الله السنة دي الأهلي يكون لثالث مرة في تاريخه بيحق السلسية من خلال فوز بطولة كأس مصر كل التوفيق إن شاء الله للجهازة الفانية واللعابين في تحقيق انتصار غالي اليوم خلينا نروح لحساب يلا كرة ولي بيتوقع التشكيل لمباراة النهاردة وتشكيل الأهلي تحديدا وبيقولوا في حياس المرمى ده مجرد توقع طبعا محمد الشنوي وقدامه رباعي قتل دفاع علي معلول أيمان أشرف ياسر إبراهيم ومحمد دهاني في نص الملعب حمدي فتح وعمر السلية وقدامه محمد مدي أفشة وفي الهجوم كل من طهر محمد طهر أو كهربعد على حسب مقابه يلا كور وحسين الشاحات ومروان محسن يا كريم أحمد زميلنا العزيز من شواء قالينا أنه حيكون فيه مفاجأة خلينا ننتظر ونشوف المفاجأات اللي ممكن تكون متواجدة فيه تلك المهاردة بالليل خلينا نروح بقى لبعض الأرقام وهي أرقام مهمة جدا وده من خلال حساب في الجول واللي بيقول انتما انتصارات للأهلي مقابل ولا انتصار لطلاع الجيش وتعادلين كل يا جماعة الأرقام دي مش مقياس تماما تماما لما ممكن أن يحدث في مباراة الجوم الفرص موجودة عند الفرئتين نتمنى الأهلي طبعا يكون موفق لكن انت بتلاعي فريق كبير جدا ذا طبع الجيش لكن مثلا نتكلم على آخر عشر مواجهات تحديدا ما بين الفرئتين الأهلي فاز فيه تمانية وتعادل فيه مواجهتين وطبعا دي المواجهات زي ما حضرتكم شايفينها كده على الشاشة ونتائج هذه المواجهات مع صورة طبعا العلي معلول وعمر جمال نجم كل أو نجمي كل فريق طيب مواجهات لمشوار الأهلي وطلع الجيش بكأس مصر قبل نهاء برج العرب ومشوار الأهلي زي ما حرقكم شايفين كده الأهلي كان فاز على تلفونات بين سوف 3-1 طلع الجيش فاز على دي كيرنس 2-1-0 دور 16 الأهلي فاز على ترسانة 2-1 طلع الجيش فاز على مصر مقاصة 1-0 الأهلي في دور 8 فاز على بوكير الأسميد 2-1 وطلع الجيش فاز على بيرميد 3-1 من خلال ضربات الجزاء التركيحية بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي 0-0 دور قبل النهاء الأهلي فاز على اتحاد السكندري 2-1 وطلع أعفازه على زمالك 3-1 بعد ما وصلوا للأوقات الإضافية في هذه المباراة في انتظار المباراة اليوم والمباراة الأخيرة في كأس مصر اليوم إن شاء الله كل توفيق لنادينا النادي الأهلي هنروح لفاصل بعدين نرجع نشوف آخر فقرات حلقتنا النهاردة من التريند يلا بي طيب خليني أفكر حضراتكم بقيمة الفريق لمباراة اليوم وكمان أقول لحضراتكم التشكيل المتوقع في زل بعض المفاجآت التي قد تحدث في تشكيل النادي الأهلي قبل مباراة اليوم أمام طلع الجيش قيمة الفريق وإحنا بنعيش أجواء مقابل هذه المباراة في حرص المر محمد الشناوي علي لطفي ومصطفى شبير في خط الدفاع رامي ربيع ياسر إبراهيم أيمن أشرف علي معلول محمود وحيد محمد هاني وبدر بنون خط الوسط حسين الشحات عمر السلية محمد مجدي أفشا جيرالد وناصر ماهر أكرم توفيق طهر محمد طهر وكهربا وحمدي فتحي وفي الهجوم مروان محسن وصلاح محسن ومحمد شريف التشكيل المتوقع تكلمنا فيه وقلنا أنه مش حيكون فيه أو وارد أنه ما يكونش فيه تغيرات كتير عن تشكيل الفريق في مباراة الاتحاد لكن برضو المفاجآت واردة بشكل كبير جدا هنشوف مستر المسلماني هستقر على إيه خلينا قبل مختم وحضراتكم نشوف مشاركات وتفاعل جمهور الأهلي معنا في صفحات المختلفة لقناة النادي على السوشيال ميديا وكان سؤال حلقة اليوم توقعتكم لتشكيل الأهلي في مباراة الطلاع في نهاية كاس مصر محمد عفيفي قال أي 11 لعب حيكون ورجالة ونكسب بإذن الله يا رب خالد قال الشناوي معلول أيمن ياسر هاني السلية فتح الشاحات الغضية ممكن أصدع على أفشة يعني ماشي طاهر وكهرباء راس حربة ماشي محمد سيد آل الشناوي معلول أيمن ياسر هاني السلية فاتحي أفشة الشاحات قهرباء وطاهر طيب كمان مصطفى مؤمن محمد آل شناوي أيمن أشرف ياسر إبراهيم معلول هاني السلية حمدي فاتحي أفشى الشحات وكهرباء ومروان ومحمد سيد أهل الشناء ومعلول أيمن ياسر هاني السلية حمدي الشحات أفشى كهرباء ومروان مصطفى محفوظ أهل الشناء ومعلول أيمن أشرف وياسر هاني السلية حمدي فتحي أفشى الشحات طهر محمد صلاح محسن يعني توقعات مختلفة لتشكيل مباراة اليوم للنادي الأهلي أمام طلاع الجيش لكن في كل الأحوال أي 11 رجل حيكونوا في الملعب بإذن الله يفرحوا كل الأهلوية من خلال الفوز بالبطولة رقم 37 من بطولات كأس مصر والرصيدة النادي الأهلي يزيد في هذه البطولة تحديدا بعد الفوز على طلاع الجيش اليوم كل التوفيق للنادي الأهلي كل التوفيق للجهاز الفني واللعبين وإن شاء الله بإذن الله يفرحونا وبكرة كمان نفرح في حلقة جديدة من الترند ودي كمان كانت حلقتنا النهاردة كلمنا فيها في تفاصيل كتير جدا وكواليس مقابل المباراة اليوم إن شاء الله بإذن الله الأهلي يكون موفق ويفرح كل الأهلوية ما هو المعتاد إلى اللقاء